السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن وفاة خصية فدة امرأة كانت تدافع عن المستضعفات من النساء رحلت أيضا إلى دار البقاء نريد أيها الأحب الكرام من باب قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بالأمس المغاربة أيضا شعروا بشعور حزين بفقد أيضا شخصية متميزة امرأة من المناضلات ومن الفاعلات الجمعويات السيدة عائشة الشنة توفيت بالأمس عن عمر يناهز 81 سنة أيضا هي من المعمرات ولا يخفى على أحد من تكون هذه المرأة العلم إنها مناضلة اجتماعية من أشهر الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وخصوصا الفتاة القروية والمقهورات في بلادنا هذه المرأة هي تركت بصمة واضحة في سجل حياتها لأنها لم تكن عالمة في الدين وإنما كانت ناشطة في العمل الاجتماعي كانت فاعلة في الحياة العامة هذه السيدة الفاضلة ولجت العمل الاجتماعي في سن مبكر فكانت تشتغل هنا وهناك وعملت في عدد من المؤسسات الجمعوية في وزارة الصحة واطلعت على معاناة النساء خصوصا في العالم القروي مما مكنها من معاينة الحالة الإنسانية عن قرب وعلى أرض الواقع رأت بأم عينها كيف أن هناك بعض الفتيات التي عندهم ظروف اجتماعية قاهرة ووقعنا في الحمل الغير الشرعي ورأت مرة في إحدى المصحات تابعة لوزارة الصحة كيف أن فتاة عمرها 17 سنة وضعت مولود ويبدو عليها الفقر والجغل وتريد أن تتخلص منه وتتنازل عنه ورغم أنه فلدة كابدها لأنها لن تتمكن من الإنفاق عليه فتأثرت عائشة الشنة من هذا المشهد وأقسمت على أنها تفني عمرها في الدفاع على هذا الصنف من النساء المقهورات الضعفات المحتاجات واستطاعت فعلا في عام 1985 أن تؤسس جمعية التضامن النسوي وهذه الجمعية دورها على وجه الخصوص مساعدة النساء العازبات وأيضا النساء ضحايا الاغتصاب فكانت تجمع هؤلاء النساء الفقيرات ضحيات المجتمع كانت تقدم لهن الدعم النفسي وكانت تقدم لهن المساعدة المالية الاقتصادية وكانت تتدخل في الشؤون القانونية لتسوية وضعيتهم الإدارية كانت تجمع هؤلاء النسوة وعددهن كثير بنات عائلات فقيرة وإما منحدثت من العالم القراوي أو من المدن العتيقة أو في أوساط اللي هي محتاجة وقع لهم ما وقع قدر الله تعالى أن الفتاة إما اغتصبت وإما كانت عند علاقة غير شرعية وأصبها الحمل وأهلها يهددونها بالقتل أو بالطرد فهي كانت تجمع هؤلاء النسوة تمنحهن الثقة لبناء أنفسهم وتساعدهن للإندماج في وسط المجتمع وتعطيهن وضعا جديدا ثم بعد ذلك تسعى على أنها تعلمهن فنون العيش تدرب هؤلاء النساء إما على فن الطبخ وإلى فن الحياكة وفن المحاسبة وغيرها من المهارات لكي تستطيع أن تمتلك فنا وحرفة ومهارة تكسب بها قوتها لن تضطر على مد يد المساعدة للآخرين كل هذا بهدف إعادة إدماج هؤلاء النسوة الضحايا مع أطفالهن في المجتمع وتمنحهم الاستقلالية في عام 2000 وجوج هذه الجمعية جمعية التضامن النسوي اتصفت بكونها منظمة رسمية غير حكومية وحصلت بعد ذلك على تبرع كبير من جلالة الملك محمد السادس وأطفى عليها الكثير من رضا ونالت أيضا تعاطف الكثير من المغاربة لماذا؟ لأن السيدة عائشة الشنة رحمها الله تعالى احتضنت أطفال لا دنب لهم سوى أنهم تركهم المجتمع وكانت تقول بأن المجتمع متناقض أنه يحب الفضل ولكنه لا يتورى على أن يؤذي الفتيات اللي هم في وضعية صعبة فكانت تحمي هؤلاء الفتيات من الوقوع في الهامش في الشوارع كانت تحتضنهن بعد أن تخلى عنهم آباؤهم كانت تصف الآباء المتخلون بأنهم أنانيون أنهم أخذوا الشهوة ثم رموا بالمرأة وبطفلها هذه روح الأنانية وكانت تصحح أخطاء المجتمع التي كانت تدمر الطفولة المغصوبة وترى الدموع في عيون الأطفال لأنهم يشعرون بالضياء كانت تعمل بالليل وبالنهار دون أن تشتكي يوما من ثقل المسؤولية دائما تعمل منذ أن ظهرت خمسين سنة من العمل المتصل ودائما نموذج للإنسان العامل المكافحة استطاعت أن تقدم المساعدة القانونية والاقتصادية والنفسية للنساء واستطاعت أن تسهل المساطر الإدارية فيما يتعلق بتسجيل الأولاد في حالة الحالة المدنية واستطاعت أيضا أن تقوم بتحسيس النساء بخطورة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج هذه الفتيات لم يكنوا يعلمون بخطورة هذه العلاقة اخسرت كلها بودة دائما في إطار شرعي في زواج شرعي ورحمها الله تعالى عملت على إدماج الأمهات وأطفالهن في عائلات كتجيب عائلة كبار وكتدخل هذا في هذا وكتجمع الشمل وكتحاول دير الرحمة والحنان في قلوب الناس استطاعت بهذا الأمر أنها تصلح ما بين بعض الفتيات وباللي اغتصبها أو باللي كتبع على قودية فأقنعته أنه يعترف بالولد وأقنعته بأنه يسجل في الحالة المدنية وأقنعته بالبنوة وربما ساهمت في زواج شرعي بين هذه العلاقة الغير الشرعية وكانت تقيم أحين بعض الأعراص على الضيق تعيد العلاقة والمياه إلى ما جريها دفاعا عن الأمهات العازبات في المغرب وكانت تنتصب في الكثير من المنابر أنها تعرف المجتمع بمعاناة هؤلاء النسوة وتطالب المسؤولين بوضع قوانين وإجراءات لحمايتهن وتمكينهن من حقوقهن وهكذا استطعت هذه المرأة أن تتحول إلى رمز لكفاح النساء من أجل النساء في المملكة المغربية وفي العالم العربي وطيلة مسارها النضالي حصلت على جوائز مهمة أبرزها جائزة حقوق الإنسان بباريز سنة 1995 وجائزة أوبيس الأمريكية في 2009 التي بلغت قيمتها نحو مليون دولار مليون دولار وتبرعت بها لهذه الجمعيات وكانت تقول أنا أول مسلمة أفوز بهذه الجائزة وقالت أن هذه الجائزة ستكون ضمانا لاستمرارية مؤسستها حتى بعد موتها عملت على أن تبقى المؤسسة مستمرة حتى بعد موتها طبعا لا نريد أن نذكر أن هذه السيدة تلقت انتقادات من بعض الجهات المحافظة والدعو بأن عمل هذا فيه دعوة للإفساد وتشجع على العلاقات الغير الشرعية أبدا لم تكن كذلك بالعكس كان الوضع مزري وهي تدخلت لتخفيف المعاناة على هؤلاء الناس واستطاعت أن تصلح على قدر ما تستطيع وحسب ما تفهم لهذا لما رحلت وكان يلقبها النساء العازيبات الصغيرات أنا سبق لي أن زرت هذا المقر ورأيته بأم عيني مشاهد مؤثرة كانوا ينادون عليها بماما عيشة لأن فيها رحمة فيها رحمة وفيها لمسات من الحنان وهي أم لكل فتاة منكسرة ولكل فتاة مهمشة مطرودة مجروحة رحمه الله تعالى وبتالي الناس كلهم من النشطة والحوقيين أتنوا عليها خيرا لأنها كانت شديدة الحرص على غرس القيم الإنسانية في القلوب قيم الرحمة وقيم الستر وقيم الإصلاح وأيضا كانت تغرس قيم الأخلاق والمواطنة وقد دفدت بالأمس بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء رحم الله تعالى الفقيدة فنحن نريد أيها الأحباب الكرام فقط أن نستحضر صفحات مشرقة من هؤلاء المشاهير فسبحان الله الحي الدائم الذي لا يموت والحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء وجعل الآخر دار نعيم والشقاء إما نعيم أو شقاء بلا أمد ولا انتهاء فهذا هو الموت الموت هو باب وكل الناس داخله والقبر بيت وكل الناس ساكنه فمن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا وعلى نحو ما قال الشاعر قديما سيدكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الضلماء يفتقد البدر رحم الله تعالى الفقيدين ورحم جميع أمواتي المسلمين فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون اللهم أنزل عليهم شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان وأسكنهم فسيح الجنات واجعلهم يوم القيامة بجوار النبي العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألحقنا بهم مومنين غير خزايا ولمفتونين وإن لله وإن إليه يراجعون السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة